الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم هذه الآيات فيها بشارات عظيمة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المستقيمين قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند الاحتضار في لحظات الموت الزولة جماعة لما نجي فارق الدنيا وابن جرير الطبر رجح أن الملائكة تتنزل عليهم عند القيام من القبور الزولة جماعة لما نجي فارق الدنيا وأجل يتم وبعدين يبقى في اللحظات الأخيرة وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى وعلى الدار الآخرة مدبر عن الدنيا اللحظات ديك الملائكة تتنزل علي العبد المؤمن المستقيم وتبشره بثلاث بشارات ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال ابن كثير ألا تخافوا مما يستقبلكم ولا تحزنوا على ما خلفتم من الأموال والأولاد وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لأنه جماعة الزول في الموت في ثلاثة دواهي بتمر به أي زول دار يموت في ثلاثة دواهي الدائية الأولى إنه بشوف ملك الموت قدامه وأول مرة في حياته العبد المؤمن أول مرة في حياته يشوف ملك قدامه ملك الموت دار ومعاه ملائكة وجاءوا لقبض روحه ولتشيعه ذا صح التعبير أشكايا رب العزة والجلال قال في سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون الملك ذاته يعني خلق عظيم أجنحة وشيء إذا صح التعبير شيء ضخم جدا يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن حملة العرش في سنن أبي داود وصعاه الحاكم ووفقه الذهب وقال الألباني وكما قال حديث صحيح وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى أو من ملائكة السماء من حملة العرش قال لا نتكلم عن ملك واحد قال أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة يعني قال لك بس ضانه عشان تصل من ضانه لكتفه الملك الواحد دي قال لك مسيرة سبعمائة سنة يعني دا مخلوق عظيم وده ملك واحد من الملائكة فما بالك الزول في الموت ملك الموت يجي يقبط روحه ويشوف الملك هذا نازل طبعا في كمية من الناس الكلام دا ما بيختنعوا بيه قال لك ملك عديل آي تقول لي الموت دا شنو يقول لك والله الزول طبعا بيحصل له بوط وكتمت نفس وبعد ذاك بيبقى في حالة شنوك دي ما بعرف طبية وان شاء بعدها بيمرق من الدنيا والتاني في النهاية اخيرا كوم تراب كوم تراب اه وقال لك الشاعر قال ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن اذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شي والله سبحانه وتعالى قال زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير والله قال سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله والله سبحانه وتعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم الى ربكم ترجعون وقال قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة عشان كذا يا جماعة دي الداهية اللولة الداهية التانية اتزول في الموت بتمر بحاجة يسمى سكرات الموت السكرات جمع سكرة والسكرة ذهاب العقل اتزول في الموت بيبقى في وضع عجيب زال انسان ده في الموت يعني بكون فيه ألم وفيه وضع عجيب جدا عشان كذا قال لك وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تفر وتهرب زول بيجوع اجر طوال للاكل يعطش اجر للموية امرض اجر المستشفى وهكذا وبعدين الألم اللي بيكون في المودة في السكرات قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم قال والآلام والشدة التي تكون في الموت لا تعدلها جميع آلام الدنيا يعني قال لك ده ألم شديد عروق تتقطع والله قال كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والله سبحانه وتعالى قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون شو الألم اللي بيكون في الرجلين والركب وفوق والبطن والرأس واليدين شغلة ذات عجيبة أشكي الرسول عليه الصلاة والسلام في لحظات الموت في صيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنه كان يضع يده في ركوة أو ركوة ماء ويمسح بها وجه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات والدفع ألم شديد ألم أصل إلا بتتوقع بعد ذاك جماعة نمر الثلاثة الزول في الموت يبشروا بالخير يبشروا بالشيل بيستحقوا من الشر شاكي في ناس في الموت تلقاه فرحان كما في حديث عائشة رضي الله عنها تلقى فرحان تأتيه الملائكة تبشره ملائكة الرحمن تبشره بالخير فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه بخلاف الزول المجرم الله قال في القرآن ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد شكاية مع السلف ديل من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا باستعدوا للموت كان الواحد منهم كان الواحد منهم لا يضيع وقته استعدادا للقاء الله تعالى أبو هريرة بكى في مرضه الذي مات فيه قيل ما يبكيك يا أبا هريرة رضي الله عنه قال أما إني ما أبكي على دنياكم هذه ولكن لبعد سفري سفر قدام بعيد موت قبر قيامة وقف بين يدي الله تعالى تطاير صحف فآخذ كتابه بيميني وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهري وميزان وصراط وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وبعدين إيناك يعني حساب شغل كثيرة قال ولكن لبعد سفري وقلة زادي حسناتي شوية قال أبو هريرة أبو هريرة قال حسناتي شوية وأني أصبحت في صعود مهبط إما إلى جنة أو نار ولا أدري أيهما يؤخذ به فالزولة جماعة استئد والله الذي لا إلى غيره والله إي لحظة شفت الزول قد ضافي معصي إندم عليها لا إندم ضيع زمنه يا أخي ونسات مع البنات واحدين ساعة تلقى الواحد يسمع له فيه هنا ساعة كلام فارغ ساي ساعة تلقاه ويبكي لهي بالشوق وجواء نغم في سلك جواء الله في ما فيش والله طبعا بدون لك الفاظ الجماعة ديل بدون لك الفاظ بيسوقوا لك الشباب ديل بالعاطفة الفاظ وهمية ساي رحلة غيوم وبتخيل في صحابة تحمل رسائلي للوطن تسأل عليك وبتخيله بره والوطن واشتاق للجماعة وفي رسالة جاء الطائرة في الصحاب الصحاب ده ما فيهم وي الرسالة دي ما بتبقى من لينا هو الساعة ما تقول يا ريس وقف المركب ده من زمن المركب خلي الشباب يركب داري غريقهم معاه هو الساعة والله الذي لا إلى غيره عشان كذي الجماعة الزون ما يضيع زمنه الموت ده تستعد ليهو واحدين كمان الجامع ما بيهو ولكم شام شو صلويته هويته اقول لغايته تراهو نشتغل كذي لما نعجز تاني بنجي الجامع واسي كيف كان جاك ملك الموت كتم نفسك السرايك شنو تقول شنو حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي رجعون يا الله رجعني لعلي أعمل صالحا فيما تركت شان صلي كان سبح كان توب كان استغفر إلى آخره كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الدارينجو أجماعة باختصار أنا ماذا ساهر بيكم والليل والبرد وكذا الدارينجو بس اتنين في الآيات دي يعمل اتنين إن الذين قالوا ربنا الله ده واحد ثم استقاموا ده شيء التاني توحيد واستقامه عشان كذي في صيح مسلم من رواية سفيان من عبد الله رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سفيان نفسه رضي الله عنه قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك ده السؤال ده الطلب قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك دار لي كلام والكلام ده جامع مانع أداب ورّك الدرب الصاحة يا جماع قال قل آمنت بالله ثم استقم آمنت بالله يعني العقيدة في نوع جماع عقيدة في الله سبحانه وتعالى تكون على التوحيد والله قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال قل هو الله أحد قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيا يفرهبون قال والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق قال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون تعيش على التوحيد وتمود على التوحيد والله إذن نجأ فمن كان يرجو لقاء ربه تلاقي الله سبحانه وتعالى وبالنجيضة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا جماعة التوحيد ده انتعارف الله يجزيكم خير انتعارف التوحيد ده أغلبية الناس ما دارينه والله يا جماعة حسي لو في فنان انتما جزاك والله خير قاعدين لكن حسي لو في فنان جاه ألاعم بشيلا المكسر يقول لك أوي الليلة جاه واحد خطير ولو جاه واحد بتاع سياسة اللي ملكت جماعة ذلك كله ما مفيد حقيقة وينبغي وفي هذه الأطر ثم إننا على ثلاثة محاور وانيطت ثم انبثغت في هذه الانبكالية في الاتكالية ما تكون فهم أي شيء بس ياهو انبكالية واتكالية في السينبكالية وإذا تشنو ما معروفة وحقيقة ما بالدكية حقيقة بلفبق صينية زي والله الذي لا إلى غيره لكن التوحيد ده الدعوة وده النجاء وده العز والله التوحيد ده الله قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغود انت قال الطاغود شنو الطاغود ابن القيم قال ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع توحد الله تحب براه تخاف منه وحده ترجوه سبحانه وتعالى تصرف له العبادات دي الدعا تسأل الله براه ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ما تبشي للطواغيط يا أخي ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع الناس جماعة يرفعون فوق حده يقول الشيخ بيعلم الغيب والله يقول في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون ما بيعلم الغيب إلا الله يا أخي يا أخي أنبياء إبراهيم عليه السلام جوه ملائكة في صورة بشر لأنه ما بيعلم الغيب لو بيعلم الغيب كان عرفهم ملائكة لكن جوه في صورة بشر طوال ما شجاب شنو فراغ إلى أهله فجاء بإجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة ذي الأنبياء موسى عليه السلام ثلاثة مسائل ثلاثة مسائل ومن البداية الخضر عليه السلام قال له وكيف تصبر على ما لم تحض به خبرا سليمان عليه السلام وتفقذ الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد الهدهد جاء راجع فقال أحطوا بما لم تحض به شو الهدهد قال شنو قال لي سليمان عليه السلام أحطوا بما لم تحض به يعني أنا عندي خبر إتماع عندك وجئتك من سبأ بنبأ يقين وزعلان الهدهد موش طيرة زعلان من البشر ديل في حاجتين خصي الحاجتين وأقعد في حالات كثيرة الحاجة الأولى قال ليه إني وجدت امرأة تملكهم الله يقال لنا زعلان من البشر ديل هناك في سبأ ناس رجال به شنبات الرئيس بتاعهم مرأة ما الزات عجيبين دي الطيرة بتعلق على البشر ديل كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة في البخاري وغيري لأن المرأة دي ممكن تبقى لك قاضي تورطك بعدين دا بتجي مجهز القضية والهناي والأريض والأوراق داك بيجي شايل لور دا بس بلخبت لك القضية مرة واحدة طبعا يا سعدت القاضي عليك الله تفضلي الهدية دي أها قلت لي شنو وأنت خلاص تكون مرأة شنو شغلتك جاطت مرة واحدة بيجاي ولذلك تعمل حسابك وممكن تجد القاضي القضية يأجلوها لك أربعين يوم لأن القاضي بكون عنده حاجة مرقة في بطنه مرقة وممكن تي اسبوع وانا القاضي والله عنده كم يوم في الشهر بر التغطية شغلة عجيبة جدا ولو في اجتماع بين رئيس دولة وبيننا رئيس دولة تانية والرئيس داك مرة واجتماع مغلق دا اللي بيحصل في شنو والله مصائب كتيرة جدا عشان كذي الهدهد زعلان ولك هالشغل دي وهنا والسي جماعة الماتكين من مضوع المرأة ديل كتير منهم يعني في النهاي شنو احنا والله من غير أدلة كلامنا دي بنجيبه من ذيل كتير من لكن من غير أدلة الناس ديل ما بيقدروا يغنعوا الشعب دا جماعة تيجي تغنعون كذينو راجل زيل مرة واحد عليك الله دي أسي لو جابوا الدبرك وبيدع الشوشة واحد ما بيجي يعني شكلا كذي ذاته ما بيجي التيس والغنماية ما واحد الديك والجدادة ما واحد الأسد واللبو ما واحد يا أخي محمد وسار واحد يعني أسي جا حرامي بالليل المرض صحيك تقول لا يا أخي ما كلنا واحد كذا أمشي عليه أنت معناه جنوب معناه أنت شغلتك دي يعني جاي طمرة واحدة نيز زي ما قال لك ما بيجي ذاته وبعدين أسي له في طفل كان واحد اللي اتنين في طفل جيعان قلت لك الليلة ما فرضها كذا ردعو يطع هذا تجاسفه كيف كذي تجاسفه كيف داس بيجي الكلام ده ما بيجي أخ رجولة كذي ما بيجي أخ ولذلك يا جماعة نادي الموضوع جايت والله يعني إحنا عندنا نشنبه ها المرض جاسفه كيف كل ما بيجي أخ قالوا كورة دارين برضو المرة تلعب كورة وكذي داك يوم داك قال كان قلبت باكور طلب يحصل شنو هذا قلبت وكان جاة قورة تحت الرأس الراجل دب سبت باستدر دبت عملها شنو يا ناس الكلام دين خد شئنا جوه صعب شديد أجشان كذي دي دعوات ما مقبولة أبدا والله عقليا كذي ساي ما مقبولة يا غاليك الله زي ما قال أخونا جاة بسي الزيتواي ولا توز واحد ما واحد يا غ عرباتيا ما بتجي ذاته والله إله 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 غيره فالتعارب الهدو الزعلان من الأمة البيغادي ديك قال لقي تنزل وجالهم أسكاهم مرة والحاجة الثانية الزعلتني منهم قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله شو الطير دي أفهم من البشر ديك كيف وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ولذلك يا جماعة التوحيدة والله ألد عظيم والله قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب قال ولله غيب السماوات والأرض قال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال قال أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا قال أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى إلى آخر الآيات الغيب ده ما بيعلم إلا الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين جوا الجماعة قالوا قالوا قوماك نزاور الأولي الأقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن أظاهر ترايك في الكلام ديش جدا قال أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي شاد قال أنه قال الأول برع القوم والتاني ده بتع الختمية شغل ذات عجيبة ده كتاب طبقات والضيف الله قال صفحة 116 ودي آخر طبعة 2012 قبل 8 سنوات قال قال الشيخ إدريز طبقات الأولياء على ثلاثة أقسام صغرى ووسطى وكبرى قسمه قال فالصغرى قال أصغر أولياء أسمع الكلام قال فالصغرى أن يطيروا في الهواء يعني الشيخ بيطير عادي يكون بتونس معك وقول لك كأن أخذ لي طيرة واجه وررر يبقى مارك هاي والله وبعدين وقول لك خطوة هنا وخطوة في مكة وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي ده بتاع القادرية يعني خطوة في البلد وخطوة في مكة ده كان جكا بيصل وين أنا ما بعرف بس دي خطوة سايكة وبيل بس مقاس كامل شغل لم أعرف والله إذا ترزية العالم جا تحيرون عشان يفصلوا له بس ده موضوع طويل خطوة وقال لك يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء ويمطقوا بالمغيبات عشان كذي النساوين الواحد غنما يتراحة تمشي خطوة يا الشيخ شوف لي غنما يتوين وطبعا هو بدوك فيه مقلب دي جور سبحة زيجي نزيل الموتر دي كررررر بحا الدك يقول ليه فكي بابلي غنما يتكدفي الكوشة Rudolph إجاهة تمشي الكوشة تلقى الغنماية الشريحة بتقرأ فيها طوالي و لأن أي غنماية أصلا بيتمشي وين تمشي الكوشة يعني في غنماية تنشي تكوب بانزين طرنبا ما يطلن راحت تلقاب تاكل لا في مربه مدتهم انتايا ولا طعنية في الكوشة يدوك فيهم مقلب وبيجاي كذي الدهب وين وشنو وما بي علمي اشي اخي ما بحرف ايشي ده غير الوداعية وغير بتاعت الدستور والله واحد في شرق النيل قال لي الشاب مش له الوداعية قال لا قال لا حاجة انا عندي مارتين واحدة كبيرة واحدة صغيرة كذار مليل ودع مشاكل كتيرة طليات الكبيرة ولا الصغيرة عملت كذي جداعتها كذي ودعها طبعا وهم ساي جداعتها كذي قال لي طلق الكبيرة اخر لك الكبيرة طلقها قال لا حاجة وانا عذابي دقيت فيك مقلب سايق والله قال لا دقيت فيك مقلب سايق ما عند ذات ولا كبيرة ولا صغيرة مستابلة ساي والكلام ناجمها في الواقع قاعد مجموعة انا والله مشيت وديت ولدي الجمعة الفاتر دي وديت مستوصف اقسم بالله جملة فتا التلال هناك في شرق النيل وديت قاعد في الاستقباء في المحل منتظرين النتيجة بتاعت المعمل شغالوا ليهم غناه مارة قاعدة متبرجة وقدام وديع وجنبها بيجاي بيت جنبها ولد وجنبها داك شايل كاميرت ومرة يصور فيها ومرة يصور في الهناي مرة يجيبها لينا هي ومرة يجيبوا لينا الوديع قريب بعد شوية دقوا غنية ستة الوديع ارمي الوديع وكلو حفظتونا طوال يقول تلون شغل شغل شد باطل ونيس هاي والله ستة الوديع ارمي الوديع لي كشكشي شو فيه لي كان فيه شي قوليه لي ما تختشي معقولة وبذول بعرفة اللي بيحصل شنو الله في القرآن سبحانه وتعالى قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثاء ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا شو القرآن دا واضح كيف هس دا ما بالليل بكرة بيحصل شنو ما بزول عارف انت بترتب والبكرة بسافر بكرة بقعد لكن هل بيحصل ولا ما بيحصل بتقدر وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت إن الله عليم خبير فالزولة يا جماعة يكون على التوحيد دا تعظم الله براه ما بيعلم الغيب إلا الله ما تنادي إلا الله سبحانه وتعالى دين امرتنين في التوحيد يعني اعترت عربية دارة قلب ما تقعد تنادي في الفكرة يا الحسن من المحن والبدر من الفقر والفلعلفون أسرع من التلفون وبالحباس من عيون الناس وبقرون من العيون يا حسن واتحسون من المدفونة ها تدفن من ذاته ودفنوا شنو ذاته الناس لدفنوا وجويفة تشليع والله شغل بتعلق بتسايناده في الشيوخ وفي الفكرة وكذا إلى آخرين ما في زولة جماعة بالحقك وعليك الله جماعة بالراحة كذس من غير أي نبز ولا شتيمة كذي زول مات خطفي عن قريب جردوا ثيابوا تشت الزولة الميت دقول أكبر صالح الآن شغلوا هدوموا تشت ورفعوه من كتفه وهنا في بطنه كر نظفوا لبطنه وما قص الشنب تل وبيجاي الغافرين ضفروه ويغسلوه ثلاثة جرادل موه يتكافور وموه يسيدر وموه عادية زول يغسلوه والغسل ويكفنوه ثلاثة قطع يجيبوك قتلنا ثلاثة زي الملايات ويرفعوه طق 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 تاكن دا سكد غلا سموه شكرا ويكفنوه ثلاثة قطع الكفن دا جيب ساعة ما فيه يعني ما عندو ايش زولك دا جيب ما عندو ويشيلوه في بيريش وعن قريب اربع رجال يودوه المقابر يحفروا المطمورة مربع الاول ويحفروا ودى اللحد اللحد ويدخلوا جوه زول دا راقد بيجنبه أسي تما شابه قوي الداخلية دمو الشباب هسي عليك الله بعدين بعد ترقد في الغرفة بتاعتك بعدين يا جماعة ادخلوا جوه عليك الله جربه بعدين مش عدا عندك سرير بس ارقد بيجنبه ما علي ضهرك بتقوم علي ضهرك دا ما اطاك بتقوم بيجا علي بطنك بتقوم بيغادي لكن بيجنبه دا تقدر تقوم بس بيجنبه كي تقوم بيجا تجاسفه ما بتجاسف لك الله ان بيجيت شنو كذي بيد كذي ترفعه كذي ور تقوم دي يد ولا منشات دي ترفعه ما بتقدر بعد يدخلوا جوه في القبور دا يجيبوا للبين الطوب دا تعطين طاك 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 ويردمو لك طين تاني الي يسوه مش فيناد جنب القبر يقول لك صلي شفت انا صلي ديل كان حيدا قاسته معاهم والله ديل يردموك ردم تقوزه على لين منك شفتها وهنا واحد يقول له صلي في نفس هنا في نفس شفت دا بيكتم نفسك لو حيدا قاسته ناس نفسك دا شفت هنا في نفس اردمك ردم وبعد دا يديك طن بتاع تراب متر تراب تاني بقدر يقوم زولك دا وساوي اللي اوضة العزامة ما لاقين يتزوجوا شغالين يبكوا بالليل هي بشوق ما مشكلة وعندو مشكلة وبعد دجنو دا ما لاقيت دا بساولي الميت الميت دار ليه اوضة ساوي الليه اوضة كده وفيه باب وترباز وهو ميت بيمروك كيف ما بعرفه وطبلة يعني عمك دا بنادوه وقبته مطبولة يعني اوه حي بفرفر جوه لما نفتحه له مطبول وينادو فيه جفلون الحقنا الحقك كيف يا مسلم الحقك كيف ولذلك الله في القرآن قال سبحانه وتعالى ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ايله مع الله قليلا ما تذكرون الله سبحانه وتعالى قال في القرآن اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون الله جل وعلا قال انك لا تسمع الموتى الله سبحانه وتعالى قال وما انت بمسمع من في القبر الله جل وعلا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت الله جل وعلا قال واسألوا الله من فضله قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم والله دا شرك والله شرك هم ما برضوا كلامنا لكن والله دا شرك خايفين عليهم تنادي الشيخ دا شرك لانه اجمع براحة كذلك زول قال يا رب نجيني من الكرب نادة كم نادة واحد دا موحد نادة الله براه دا موحد زول قال يا الله ويا الشيخ نادة كم اتنين دا موحد دا ما شرك دا ما شرك ذاته تقال شون اشان كذ قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بحزيز ناس تسأل الله براه يا أخي تتوجه له قم بالليل عندك مشكلة أسأل الله سبحانه وتعالى ماذا شوف يزول يدعوه دينادي المشايخ دا دا بعدين بيموت موتا شيئا مرة واحدة لان الله قال كذف القرآن قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء والله سبحانه وتعالى قال في القرآن وحيل بينهم وبين ما يشتهون وقال في القرآن حتى اذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم بعدين في الموت حتى اذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله ويننا الكتب تنادون في الشدائب قالوا وضلوا عنا راحوا كت وشيدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين موضوع خطير وخشون شبت المشايخ دا والله ما عندهم اي شيء وناس نجارين نجر اقرأ كتب دي كذا ناسي بدك كم كتاب عليك الله بدك حاجات منها بالصفحات بدك لها بالصفحة وارجع عليها شو الناس دا نجرهم كيف عندهم كتاب اسمه دا قبيل قال طبقات الاولياء على ثلاثة اقسام صغرى وكبرى ووسطى صغرى ووسطى وكبرى قال الصغرى يطير في الهواء ينطق بالمغيبات قال الوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية كلام دا صفحة مية وستاشر طبقات وضيف الله محمد وضيف الله قال أن يعطيه الله الدرجة الكونية ادي الشيخ الدرجة الكونية قال بحيث يقول للشيء كن فيكون قال وهذا مقام دفع الله ولديه قال دفع الله ولده دا بيقول للشيء كن فيكون انت رأيك شون الناس ذي المشاكتر ناس بكرهون نحن ولك البلد دي جاب ديقين الناس ذي المسخوتين انت شيخك بيقول للشيء كن فيكون زعلان ليه ما تقول لنا كونوا تماطم بيجيبنا تماطم تاي مننا من راحدي ما عندو ايشي قال بيقول للشيء كن فيكون دم ناجمة انما امره الله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون قال الكبرى القطبانية قال تبقى قطب رتب وهمية زي ما في ايشي انت مريد بكر تبقى درويش تليف في كراءة واحدة الله اداك لين اتنين لافي بواحدة لين لافي سورو عما تلقى في الصلاة قدام الله بيقعد في كرسي ولك الرطوبة والدي بعد شوية في النوبة تلقى ولف في بكراءة واحدة حسي دي حلوها كيف والله تلقى مسخن الفتامتوم حمتنا النوم والروز مردوم وما قادر اقوم ما قادر اقوم ليه والله الاخبة ده اللي تانحالون يعني اما لسان المقال ولك دخل بلياة دي ما تحسميه تابع اضاني ها بتاع الدخل بلياة دي شغلة اخير اسمه مباشر شغل ذاته عجيب مدائح ذاته ما انزال الله بيه من سلطان لا اقوم سخي من بايد ها 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 ه ه كله. كيف ربط مية دخل بليان بتع كيكيا جاب الحلسيا تحت البعنبي حين المراري وعاد جزي ايه بودين لبضاء بكيكيا ربط مية دخل بليان بتع كيكيا جاب الحلسيا تحت البعنبي دادين يا جماع أصلكم بالله دادين خلاص قبا ياخد اجابة لاحمر باتشوب تجيب لينا مرفعين ولا مصيبا خلاص اشتركوا دين دا يا اخي الصحابة ديل كانوا شجعان يا اخي كانوا رجال يا اخي كانوا بدعلقوا بي الله سبحانه وتعالى والله يا اغل الكتاب دا ذاته ذكرتو لك دا صفحة مية سبعة وتزعين لي مية تمانية وتزعين قال عشان تعرف الشيوخ ديل بيستخفوا بعقول الناس واست المدحة دي براكم سمعتوها اسألكم بالله في امدحة للرسول عليه الصلاة والسلام وين الان الكريم والخلق طيب وكذا والحليم وإلى آخره وينك لعلى خلق عظيم وين البوافق الآية دي وينك لعلى خلق عظيم انت عارف صفحة مية سبعة وتزعين لي مية تمانية وتزعين في الكتاب دا ذاته طبقات والضيف الله قال من المشايخ قال الشيخ اسمه موسى بن يعقوب من كراماته قال انه علم منطقة الطير دارين ساوو بمنه سليمان عليه السلام في الكرامة في دي عنه قال ذات يوم شو الكرامة دي قال قال ذات يوم المشاط يمشط رأسه رأس الشيخ دا اسمه موسى بن يعقوب قال فدخل الطيره هو بيكتب مرات بالداري مرات باللغة العربية مرات بيشكين سوا قال دخل الطيره في قوة البيت القوة زي شباق قال فسكسكت له فسكسكه لها سبعة مية سبعة وتزعين لا مية تمانية وتزعين قال الطيره سكسكت له وهو كما شنو سكسك للطيره والمشاط قائد ما ديرويش قال ثم دخل الطيره تنوخرا فسكسكت له فسكسكه لها الطيره برضو التاني قال فقال المشاط للشيخ يا شيخ سألتك بالله الذي لا إله غيره الطيره إن قالت لك وأنت إن قلت لها قال زوجاني وفقت بينهما والدبرك زعلان من بدعشوشة قال صالحتهم تلاه والدبرك ما تتهور والطلاق ده بيك صعب وبدعشوشة والطلاق عشان خاطر الزرازير ما تخليهم أولاد المطلقة وكذيتوا باركوا جماعة واستهدوا بالله قال الصالح والطوالق خلاص عشانا كتا الشيخ أوك خلاص ها بدعشوشة راح عوضنا الله راح البيت والدبرك راجي كتا الصالح بدعشوشة والجماعة الناس ذيل والله بيستخفوا بعقول الناس وأنا ما أظهر طويلة على الناس الناس ذيل عندهم قصائد وعندهم بلاوي وعندهم مصائب واسمعتوا دي واحدة بس دي واحدة ديل عندهم عقيدة مش الشيخ الحقق بس هو البرع قال الناب خطبهم في البلاد نزيلوا قل يا ولي الله إسماعيل قال كان جات مصيبة في البلد نادي إسماعيل إسماعيل بتاع اللو بيض والله شغيل الليون عليهم أصلوا بصني عنا بيان بالعمل طوالي عنده بيان قالوا هنا اسمع القصيدة ما تقول قدبنا عليهم إننا بخضر في البلاد نزيلوا قل يا ولي الله إسماعيل إننا بخضر في البلاد نزيلوا قل يا ولي الله إسماعيل شوف إلى حينة كيف طبعا مع الصوت دا الزو الكراعو تحت سبقى زي الله بنصي بتاع العربية حولو شغال بس تحت كم لكن هو مركز في الكلام دا قال لك كان جات خطب يعني مصيبة كان جات مصيبة نادي إسماعيل عنده بيان هنا في باب نوسا ما شفتوا اللقاء دار دايب الزلط بهوهم بهجاي وشاهو كذي بورا دي كذي غريب بيان هناك شوفناه اللقاء دار دا التعارف إسماعيل دا في اللبيض مدفون في اللبيض قبل ثلاثة سنوات قبة وقعت الرب فيه وزاته قبة بركت فيه تل 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 في الواطن نزل والغفير بتاعه قبل خمسة سنوات مجدى الفين وعشرين الفين وخمستاشر قريتا بعيني دي شفتا في جريتا الدار شيخ اسمه رضا من الصوفية قال نحنا بعد دوم نسكت وقال هاشوف حاضر يا عمنا حاضر أبشر يا عمنا أبشر إن شاء الله الليلة يحصل لك سنفرة تماما الله يجديك إن شاء الله هاي قال الزول هاشوفوا جماعة شغلنا ده في الواقع فيه ولا ما فيه هاي طيب الزول جماعة دقيقة الزول قال في الجريد الغفير بتاعه ضباحوه غفير الشيخ ضباحوه تب ضباحوه وما جايب الضباحو لا زول ضباحو ليه غفيرو ما قدر يحميو يحمي كتا من آخر الدنيا تناديو الله قال في القرآن عن الإنسان قال وخلق الإنسان ضعيفا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله البتنادون غير الله دل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعفة ولا ما ضعفة زول ضبانة ضبانة تجد طايرة ضبانة كر ترك ليه في نخرته الرجالة كذيوس وتاكل كله وقاعتهم صنقر ما يقدر يثبتها تطير له في المروحة وارتمش هناك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب البدع غير الله والمطلوب ضعيف المدعو ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز يا أخي دي الماء عظموا الله حق التعظيم ونحن يا عمنا الله يحفظك ويوفقك جيد نحن ما نبزناهن قلنا زول مات والماء الميت دلاب انفع ولا بدر وده الله في القرآن قال كذي قال ليه كذي في القرآن رب العز والجلال قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك نصدق الله ولا ما نصدقه ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم الناس دي اللي عندهم كتب ألفوا فيها الكلام دا هس أنا أريدك قصيدة أسمع كلام دا قصيدة فيها قريب 30 بيت شفت كيف القصيدة دي ألفها في كتب كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية صفحة 63 ليه 65 جيب ليه الكتابة نقرى منه هاي النازل اللي لاتعرفه حقيقة النازل هاي كذبة عدوة مسيكة ما خلاصة شغل سخنات والشباب زاته دار اسمه هاي جوتا لنوريك الحاصل للنازل يقدير شاء له حق الله يا أخي يا أخي الله البد الجنة منه يا جماعة كذبة الراحة كان البد الجنة منه مش الله براوة البد الجنة عديل ما في بيخلق إلا الله سبحانه وتعالى ويتحدى الناس قال لهم إن الذين تدعون من دعونا دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ما بيقدروا يسويش وقال لك في القرآن نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون عديل تمنون دي شو أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون زول يجيب لك قصيدة يا أخي يقول لك نقرب من سمهات دي هاي طيب زولا جماعة يقول لك كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لي أمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي رأيك شون في الكلام كلام من أبطل الباطل أنا ودي ما رتيلي الشيخ أقول لدي يا جنة ده ما كان لك مع توتو أوي كلام دعيب اللهي كلام شين أنا القصيدة نشوف الغلودة أسألكم من الله أبو جهل ده بيقولوا قادة الصوفية يا عمّن أتى فيه خير كونه قاعد تسمع القرآن قال يا عمّن تقول كلام الناس القرآن في معلومة جماعة خاطئة عند الناس قل لك ما تتكلم في الناس القرآن ده جاي يعالج مشاكل منه الله نزل سورة كاملة آخر سورة في القرآن في المصحف في الترتيب آخر سورة شنو سورة الناس الله قال لك في ناس يا عمّن تقول أعوذ بالله منهم عديل كذلك قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وديل القرآن ده غنبه عديل أعلاق الله شغل لهم قصيدة الناس دي دي قصيدة جابوا فيها قرآن عديل وعديل على الله بقول لها كيف عشان أجأ أقرأ لك الكتاب ده تعرف الغلوة الفيه قرآن تدخل فيه والرسول ذاته صلى الله عليه وسلم ومدايح تل 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 تدخل فيه النوبات في كتاب الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل ما في نوبات فيه ولا أي باطل ولا أي ضلال فيه ولا بجي ضلال والله تكفل بحفظه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ده كلام الله سبحانه وتعالى طيب أسمع القصيدة دي ده تأليف العبد الفقير إلى لطف مولاء الجليل الجيلاني البغدادي السيد الحاج اسماعيل بن السيد محمد سعيد القادري وطبعوا إن لأنه في ناس بقول لك الكتب ده حرفت طبعوا شركة القدس للنشر والتوزيع تمانية شارع جوهر الدراسة القاهرة تلفون خمسة وعشرين تلاتة وتزعين ماتين وخمسة سبعة تصل بيون شوف قل لون جاه أبو ديقين أداكم باسطة وحرفة ولا نفس الكتاب ولا لخبة تزايع قال صفحة تنين وستين اللي خمسة وستين ده كتاب من كتب القوم ذاته قال ذراعي من فوق السماوات كلها بتكلم عن شيخه وبيمدح فيه أنا بقرأ لك القصيدة دي كذا خلي التعليق عليك الله بس اسمعه براك وانا خايفة الحيطة دي تقع ذاته من الدرابة بتاعته قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي ولي نشأة في الحب من قبل آدم وسري سرى في الكون من قبل نشأتي وَسِرِّي فِي الْعُلْيَا بِنُورِ مُحَمَّدٍ دا الشيخ ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي وقالوا فأنت القطب قلت مشاهدا وأتلو كتاب الله في كل ساعة وعلى الله جمع أركزه الكلام قال وناظر ما في اللوح من كل آية وما قد رأيت من شهود بمقلتي فمن كان يهوانا يجئ لمحلنا ويدخل حمى السادات يلقى الغنيمة الله تعالى شوفوا النجر دا بعد دا بتاع الشيخ دا والفاد دا نجر لكن شوف وذاته كتابه ما شادي حيله ضيب كتابك ذاته تعب ما ايته وبتاع الجماعة دين هاي ما ايته زول محترم والله أنا بقرأ لك والله دا فيه نجر اقسم بالله أنا خايف أبو جهل لو صحوه أبو جهل مش صحوه مرقو من العذاب اللي فيه قال له أبو جهل الشغل دا كيف يقول والله شغلكم دا صعب ما بيه انتو كفار يقول له أبو جهل ذاته عليك الله اسمع الكلام دا قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي ولا عالم إلا بعلمي عالم ولا سالك إلا بفرضي وسنتي ولولا رسول الله بالعهد سابقا لاغلقت بنيان الجحيم بعظمتي مريدي لك البشرى تكون على الوفى إذا كنت في هم وغذك بهمتي يعلمك تناديه ما تنادي الله سبحانه وتعالى هو موسى عليه السلام نبي ما علم الناس يتعلقوا به قال أصحاب موسى إنا لمدركون هذه الناس سرعون وراءنا والبحر قدامنا قال له وان شنو كلا إن معي ربي سيهدي ما قال له أنا قاعد والعصة هذه وكذا تعلق بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله قال مريدي تمسك بي أصدت شي يخبئ خلوك تدعلك بيون مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة يوم القيامة برضو بحميك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أسمح قال شنو قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوتي وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة أنا كنت مع نوح هو من الأمة دي شو الشغل لك أنا كنت مع نوح أشاهد في الوراء بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوته أنا كنت مع راعي الذبيح في داءه وما نزل الكبشان إلا بفتوته أنا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئد عيناه إلا بتفلته قال تفيت في عيون يعقوب ساعة من صعبين نحن بننبذ ولا التفى في عيون نبذ كعابين يعطوا أسيهم وقول لك أنتوا بتنبذون أنا جمنا كلامهم بس قال تفيت في عيون نبي ساعة من صعبين ساعة من صعبين قال أنا كنت مع إدريس لما ارتق العلا وأقعدته الفردوس أحسن جنتي قال أنا تو أديت إدريس عليه السلام الفردوس وذول ما جاء الفردوس أحسن جايبه للبصل والفجلي ده شنو ذول ما جاء الفردوس على قل الله تعالي جاي الدنيا له شنو والله إما أنت دي عنده وهمات وجدعات ذاته إبليس ذاته بكون شارب لي جبنة بجنزبي الحار ما بصدق كلامه ده والله إمكين يتمحهم فيه وقول لهم يا بني آدم يا ناس يا أمة شغل ده شغل ده تفوتوني عديل كذي والله حقه عجيبه ورغيبه وقلمه وكار راسي أصدره سمعاكن يمكين إبليس ذاته يقول لهم والله قال كذي قال أنا كنت مع موسى مناجات ربه وموسى عصاه من عصا يستمدتي عصاتي أنا الأصلية وعصات موسى جره من عصاتي قال أنا كنت مع أيوب في زمن البلاء وما برئت بلواه إلا بدعوته أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وعطيت داودا حلاوة نغمتي أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا من نعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمر أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقتي وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي بعد دا كله قال أنا ما افتخرت لسه والله لسه مفتخر لسه متواضع جدا الزل والله إذا شغل يا جماعة أنا دار أقول شنو لأنه طولنا على الناس وكذا الناس يا جماعة الله يجزيكم خير والله الله يجزيكم خير ويحفظكم شفتوا الناس دا والله يا جماعة نحن والله خايفين على الناس من عزاب الله والله كثير من الناس بالعقائد دي يموتوا شرميتا يا أخونا الشازالي دا السي قاعد موجود هنا القبيل جينا معابل العربية أخونا الشازالي حمد النيل أتزول لا قريبتو قال لي في الموت عموره قريب تمانين سنة ولا جاوز الثمانين قال لي والله في الموت الناس ملمومين حوله يقول لا يا حاجة يا حاجة لا إله إلا الله يعني قولي لا إله إلا الله قال شغالة قولي يا أبو طلحة يا حاجة لا إله إلا الله يا أبو طلحة لما مات التنادف يا أبو طلحة سعى لك الله أنا ألاقي الله بإله إلي الله ولا بأبطال حاجة ما تلاقي الله بالتوحيد والعقيدة الصيحة ولا تلاقيه بعقائد زي دي ليه يا أخي النساوين يا أخي عودون يمشوا للفكة والفكة يملون بزاق يا أخي تفتف في مرتك يا أخي ليه يا أخي أقسم بالله أنا تفتف في مرتك والله يدبل فيك باكورتي لما انحنكك تشل والله والله رجالك دي ساعة والله الباسطة لك النادي شد تجيبوني بس مش بيقول لك بعض تيتو كلها والتا يا جماعة لك الله أزول عليك الله راجل يا أخي عليك الله بيشنبو شنبو يربط عتوت يسوق مرته جديدة يقول له هكا الفكة قل له دي جنة داك دي تراب يقول له هكا تراب دا هكشحه في المنطقة الفلانية وتمشي تكشحه الترابة في خشمك دي بخلوه هنا وي شو قل له خطر ودك كتب ما اسمي أتا عوضة صاحب القصة دا عنده عنقريب في كتاب طبقات والضيف الله حرف العين دا عنده عنقريب عديل كدي ما بقعد فيه مع الجماعة لكن قال من كراماته عوضة دا صاحب القصة قال من كراماته أن امرأة من القواعد من النساء جاءته قالت له هريد جنة هريد ولدا وبيكتب بالدارج قال الكتب كلها راك دا والله الذي ليه لا غيره بصلاح وبشعر كلهم قاعدين شد أجمعين قاعدين هنا قالت له دار ليه جنة وجابت له فطيرة في القصة كذي هنا فطيرة ووسورة وجابت له دجاجة مكتوبة كذي في الكتاب طبقات والضيف الله انت عارف الزلة شال الفطيرة وشال الدجاجة وشال الوسورة وقال للمرة هي زوجها عجوز قال لا ولي زوجها ورقودا في عنقريب دا عنده عنقريب مرة من القواعد من النساء قال لا ورقودا في عنقريب دا قال قال ليه هنا ديتكم بيت تكنس البيت من عنقريب بس ما دعرفوا عنقريب ولا شاهم بتاع صمسون شغال ياخ دعانقريب شناغل بيدي جنة ياخ قل له لقبة ساي وبلاوي في البلد دي والله ما شغلنا دا حار شغلنا دا ما حار شغل جمر مرة واحد ولذلك يا جماعة الناس الناس تتعلق بالله العظيم سبحانه وتعالى شفت كيف هذه القصة صفحة 164 تلقاه قاعدة هذي وعنده واحد هنا اسمه خليل الرومي دا عنده كلام ما بيتقال ذاته فيه بصل وفيه ديك وفيه بورمات بورما بتاع شغل ما بيتقال ذاته والله هذي في الكتاب دا اسمه خليل الرومي ولذلك قل لا شفت بلاوي نسأل الله العافية ولذلك يا جماعة احنا منقول للناس الناس زي الخدع والناس شالوا قروش شالوا عقايد ضللون يا أخي الشيخ يخوفك يقول لك والله تتكلم في الزل والله يبينفخك ويتبين فيك وبيعمل ليك وكلهم بتاع مضرة ما لقينا شيخ بتاع نفع كلهم بتاع مضرة ما أي زول يزعل يدافع عن الشيخ قل لنا زيل الخير اللي قدموه شنو زول يقول لك يا أخ كما ديتني عتوت كما ديت الشيخ عتوت بقلبو حجر الزل ذاته عنده بتاع أخونا القبيل ذكرتوا ليك دا دا والله يحضر طا مباشر هناك في شارع كنار في خارطوم هناك أنا بمشلصة أبيلو وداو شنو تعال خوش انت بتحرف الحاصل هنا شنو أنا شغولنا دا حار ما أشوفت عمك مرك هز انت مستحضر من بعيد لو جيت هنا من جيهك من جيهك بلادي لما عندنا رجال مع هزول رجالة كذي مع انو أمن خاف أنا والله لو الأريط جتت لمت خوف كذي رجالة ما خايف من ذول أهاب الشرك ما خايف منك مش في محلك هنا أنا ولا بستفز الناس ذيل واحترمون جدا وناس ما شاء الله بيسمعوا كذي لكن انت مبتخوفني ولا تمانين زيك وجرب تعال شوف ما فكلام قدي لكن فينات المطابة جمعنا نقول كلام دا حضرناه مباشر زول بيجي بدقة سهاريج بتاعت الزول وقل له يا الشازلي تكلم في مكاشفي والله إذا يقلب لك بعر سهاريج يقلب بعر انت ما تقلب البعر سهاريج وتعال الدين النبيع معك انت ليه لعتود تقلب حجر ما الحجار كثيرة في البلد أقلب عتان ويجيب لينا معك مضرة بس شغالة مضرة بنفخك بتبين فيك بنشردت ولا زولت تنفخ ليه يعني بكرفسك بعمل ليك بسوي ليك كل هواس والله خدعوا الناس الجماعة الناس تكون على التوحيد والله تكون الرجال ما يخافوا إلا من الله سبحانه وتعالى خلقون والله الذي لا إلى غيره والناس ما تخشى في الله لما تلاهم الله قال في القرآن الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله يا حسيب ونحن والله دين الله دا شفت دين الله دا التوحيد دا وفي بلد زي دين نازار الخير اقسم بالله نبلغوا لو جيد بيد بابات يفتح نبلغ دا دين الله دا سبحانه وتعالى ولا 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 شغل بتاعت قوة ولا شغل بتاعت رجالة ولا فزول أقوى من زول ولا رجل من زول بالعموم كذي لكن في النهاية ذا دين زول ما بغير لي الله سبحانه وتعالى لخلقه يغير للمشايخ دا شيخ يقول بدي جنة وداك يعبع لمالغيب ودبه جاي ماسك الكون قال ملكة بلاد الله شرقا ومغربا الختمي دا قال كمان ماسك فوق تحت دا مش قال بي جاي وكذي الختمي قال الكون دا الختمي داك القادري الختمي قال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا داك ماسك كذي وكذي دا ماسك كذي وكذي دخلونا نحن في فتيل بالطريقة والله قال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا نار الخليل خبت من سر تفلتنا دا قبل قال دعوته وده قال تفلته هده دا تفلقه دور كيف تعرف نار الخليل دي القرطب قال جمعوا الحطب بتاع خمسين يوم الوقود قال خمسين يوم بيجمع قال فأوقدوا نارا لم تشهد الأرض مثلها وكان الطائر إذا أراد أن يجوزها لم يستطع طيرة تمش إلا بعيد مرة واحد قال وما استطاعوا أن يلقوا بأيديهم حتى جاءوا بالمنجنيق في النهاية الله قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم نار قدر دي قال دا قال الكون وعلاه أسفله في طي قبضتنا نار الخليل خبت من سر تفلتنا دا تفلة قدر دا تفلة فانطاس دا تفلة تفلت نار قدر دي دا تفلة قدر كيف أيما كذب الرح دا بزخ كذي يعني دا كان جاتوا دا حاجة ثانية شرب ليه بيبسي دا بيمروك جردل ولا بيمروك شنو دا ما بحرف قال قال نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى ونار موسى أضاءت من محاسننا وطور دكة وموسى خرم صعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا أيوب لما دعانا عند بلوته أيوب دعا الله اللي دعا الختمية وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهلا ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين قال أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا فإذا كله كذب الناس زي الأجماعة ما تسمعوا أنه باد تلتل تلياسس أسام رب القوم لطاهة أسى رجال ميمي وزأته ميمي ديل شنو والله دا قبل مش قلب لك كيكي وفجلي دا به جاي عنده قصيدة واحد قال والله قال كذي ساري الليل للقرد قرش ما هو الحبوب ما هو دا شنو بلاتة أسى رجال ميمي بلاتة أسى رجال ميمي بلاتة أسى رجال ميمي كل شغل دا قاعد والله أصل الشغل دي كانت مؤيز ولي ولك الضاب شغل قاعد داك ساولا قصيدة قال قال والله قال كذي ساري الليل للقرد قرش ما هو الحبوب ما هو الأغبش عنده حصانة ما بتفتش كهربت العالية بتحرك تش دا دين دا تش كلها بلبلة كلها ململة والله الذي لا إلى غيره وقصايد ولخبة شالوا حق الله سبحانه وتعالى وأي زول يجي يتكلم فيهم يقول لك ما تتكلموا في الناس نحن زول ماشي ساي في الشارع ما تكلمنا فيه ولا بجوث ولا يغتب بعضكم بعضا لكن زول لخبة الدين من الدين ترود عليه من الدين لأن الله في القرآن قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ولأن الله قال في القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس زي ما الجن عنده شياطين الإنس عندهم شنو عندهم شياطين يا أخي ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام في صيح البخاري وفي صيح مسلم قال ما أظن أن فلانا باسم عديل وفلانا باسم يعلمان من ديننا شيئا قال ما أعرف أي شيء في الدين وقال في صيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنه لما استأذن عليه رجل قال أذنوا له بئس أخ العشيرة رسول مرات صلى الله عليه وسلم بيقول ما باله أقوام دين ناس في الغالب بيكونوا ناس محترمين زي الصحابة يقول ما باله أقوام يقولون كذا وكذا بعد ذلك هم بيرجعوا لما نبين لهم الحق في المسألة لكن الزول المبتدع والزول الضال بعين كذا الرسول عديل صلى الله عليه وسلم عديل تعينا كذا قال يخرج من ضئضئ هذا ده في صيح البخاري أشر عليه واحد كذا هذه عديل قال يخرج من ضئضئ هذا قوم روايات كثيرة قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون بقول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ناس بيصلوا وصيامكم مع صيامهم كانت شفتون صلوا تشوفوا صلاتكم دي تحقرون صلاتكم مع صلاتهم صلايين لكن عندهم ضلال فالزول الضال ده جماعة يبينوا له الحق من الباطل ليتتدافع عنها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا هسا عليك الله يتلو عندك أخو ودي غيبة وكذا البعد طوالي تلقى باب ما يباح من الغيبة ذكر ستة حاجات الغيبة فيها حلال الكلام في الناس مشروع عديل قال له زول ما شاله قاضي تظلم عادر بس أتيم دي خوش طوالي ما عندك أي مشكلة الله يحفظك بس أتيم خليك واقف ما في مشكلة الغيبة جماعة قال للتظلم مشروعة لو مشيت لي قاضي تقول له يا أخي يا القاضي والله في واحد شال قروشي وخش في أرضي خش بمترين يقول لك ده اسمه منه تقول له غيبة ماذا أنه يجيب اسمه ولا بتذكروا باسمه مش بتذكروا باسمه دي اسم التظلم تذكروا باسمه ومباح لك ما فيها زنب دي ماذا تظلم قال نمر اتنين قال يعني زي التعريف أنا ذكرتها من غير ترتيب التعريف قال زول تمشي غريا ما بعرفه يعني دهو لخص الكلام ما بعرفه قال لله تقول وين الأعمش وين الأعمى وين الأعرج السبع الداري يجي تمشي غريا تقول له وين محمد أحمد ولك والله ما عارف تقول له وين بكارنكي لا عرج بكارنكي أقول لك آه بكارنكي بيجاي خوش اللفل بيجاي عرفوا لي لأنه بيلغب محا هو ما برضاه لكن ده التعريف يسمي تلاتة قال الاستفتاء زول جاء سألك قال لك يا أخي أنا بيتي اتقدم لها مختار ده رأيك فيشنو تقول له أخو الله مختار ده زول سكر جي وبتحشيكات طايرة وبدوك فيك مقلب والبيت دي بتفشليك بات أنا ما بجيك ولا بتقتهم ساي تقول له الله مختار ده كويس ماذا نختاب الناس تضيع بيت الناس ولا تقول الحق تقول الحق في المسألة ده اسمه من باب التحذير بيان الحق والاستفتاء شفت كيف التحذير واستفتاء وتظلم وتعريف وقال الإعانة على إزالة المنكر أنا أسي أخونا ده مثلا أخونا ده وده أصحاب اللي اتنين دي دي الأصحاب وأنا صاحب ثلاثة كذلك أنا من ده ما بقبل ده لو جانا صحني أقول له أزول أميش أزول يقول له يا أحمد يا أخي تبقيت يا أخو الله يزول مكويس ساوي مشاكل هنا وبيجاي مشاكل أبوك ومشاكل أمك يا أخي الشغل ده عقوق أنا مني ما بقبل وأنا منه ما بقبل يقوم يوري صاحبي التاني يقول له يا أخي فلان ده اليام ده واقع فيه كذا 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 ومينا كنت بيقبل النصيحة أميش ناصحه دي سمي الإعانة على إزالة المنكر دي بتجوز في الشريعة آخر شنم رسيتها قال المجاهر بفسقه زول البسكر براه براه بمشي في الغرفة شغلة داسية بيشرب وبرقوا دنوم طوال قد يموت بالليل وقد يجاسف وغات الصباح الله كريم عليه شفت كيف ده البدس معصده ده بدس معصده بيخجل من الناس وكذا وبدس معصده تجي بالراحة تنصح براه يا أخي تزي مخجلت من الناس الله أعظم من الناس عظم الله والموت والقبر وكذا تنصح براه ما بجوز لك تفتح المكرافون تقول هو أي دم جبنة تحت السرير كذي ما بجوز ولا لقيته معابد في زقاق كذي ما شين ما بجوز تمسك المكرافون تقول والله الزلة بغادي أمشو ليه يا جماعة الزلة والله شغلته جاية تمشيلته تتنصح لأنه ده معصدته شنو لكن لما نيجي جاهر بها قدام الناس جاي سكران شغال سبعة تمانية قدام الناس ده شنو ده يسم المجاهر بل فزق ده يذكر بفزقه هذا تقول وغسي لو جبت له أنا بفتح لك الصفحة أو الريكلة هنا دي باب ما يباح من الغيبة في المسجد هاي موجود هاي الله يجزيكم طيب الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه فضل الشيخ جزى الله الشيوخ خير الجزاء اللبوا لنا الدعوة والله يا أخواننا أنا يعني مما جيت الجامعة ما لقيت رقن زي بدع يوم الليلة صراحة كده رقن فيه البهية وفيه السرور فيه الطمأنينة انت تحسب نفسك انه انت يعني فيه اضافة حاصلة في الجامعة جزى الله شيخ شهاب قبيل حدث لنا عن الشيوعية والشيخ برضه كشف عن زيب الأباطيل بتاعت الصوفية وأنا في الجامعة دي يعني هو ماسكا المسجد تمام الناس بتشوف بيختلط عليهم والزول لا يا أخي يزاروا طويل وبيمشي مع أنصار السنة وبيمشي مع الصوفية يا أخواننا أنا حتى الآن لا صوفي لا أنصار السنة لا غيره لا غيره أنا زول مسلم على الكتاب والسنة تمام لكن الأنصار السنة أنا أخش أنصار السنة لابد أنه أشوف أنصار السنة عندهم عقائد يقول لك أنه أنا كتاب للسنة مش أنقسمه كده وكده سلفية برضه يعني أنا لسه ما فكرت أنه أبقى سلفي ولا أبقى أنصار السنة ولا أبقى غيره دي لسه أنا ما حصلتها يعني طيب في نقطة ثانية إنه شيخ ذكر إنه الخلاف مع الصوفية بالتحديد في العقائد العقائد أنصار السنة الصوفية عقائدهم وصخانة وبينهم عقائد في الشيخ وكده أنا دائر إضافة بسيطة بس إنه نحن الليلة اللي قاعدين دي لكلنا تمام كلنا يعني أو جلنا كده صوفية البهات من صوفية تمام في البيت لمن ترجع تلقى أبوك ويقول لك يا شيخنا الطاهر يا شيخنا فلان تمام دي كلها حاصلة الصوفية عندهم أذكار برضو أنا موقع شنو من الإعراب أنا زول عارف إنه الأذكار دي مثلا استغفر الله سبحان الله وبسوة الجمعة وغير وغير أيوة موقع شنو أنا مسلم وزول عرفت الحاجات دي غلب تمام أنا موقع شنو دي برضو دائرة الشيخ يوضيها لنا إن شاء الله يعني أنا لو مشيت هالبلد لقيت النازل تمام في جامع وأذكارهم ياهو بتاعة الجمعة دي أذكر معاهم تمام ولا بس يعني بس يوضح لينا النازل على باطل أنا كده أستفيد شنو لكن وضح لينا يا شيخ إنه النازل أنا أقول معاهم ولا أقول لهم كلامكم ده حق أو باطل تمام وجزاكم ولا خير أنا بس يعني تعني برضو في نقطة بتاعة البلد يا أخواننا والله العظيم الصحابة رضوان الله عليهم إنه لو عرفتوا الغزوات اللي كان غزوة في بريد شديد جدا لحد كان يعني سيدنا سعد ابن معاس توضأ نعم المعلومات انتي ضعيفة شوية فتيمم بالناس وصلى بهم تيمم وصلى بالناس كان في غزوة من الغزوات لا أمال خندق مؤتة بالتغريب مؤتة تيمم وصلى بالناس أنتو نحن يا جماعة نحن الساعتين دي قاسي إلينا يا أخواننا الناس تشد يحيلوا وتتماسك إن شاء الله الليلة في حيات كثيرة بتمروا أنا ما دار أطيل للناس دار أخفف عن الشيخ بوقف ساعة وكسر بس دي لأنا قسطة يا أخواننا السلام عليكم جزاكم الله خير بتاعة الأذكار أي قلت يا أخواننا نحن جلنا كده أهلنا صوفية صوفية زي عمنا لسي طلع ده كلنا هبهاتنا في البيت صوفية عندهم جماعة دقيقة عندهم أذكار استغفروا الله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر واتضح لي إنه من كلام الشيخ الاختلاف في العقائد بعتقدوا في الشيخ التاني مثلا إنه بدي جنة أو كده 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 وما إلى آخره في العقائد ما في العبادات يعني أنا موقعش هنا من العبادات اللي بتحصل دي السلام عليكم إن شاء الله وقعت كلامك طيب كلامك طيب طيب يا جماعة أخونا ده الله يحفظه ووفقنا وياه ويحفظكم جميعا زكر أشياء يعني من ضمنه قال جماعة مسلم أنا ما أنصر سنة ولا صوفي ولا كذا وده زي الزولة القبيل ختم لو لاحظت الركن برضو ختم بنفسي شنو الكلام وده جماعة نحن كلام نأكد عليه ده كلام والله طيب جدا الزولة جماعة في القرآن الله قال قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ده يت المطالب به والله سبحانه وتعالى قال في القرآن ديك في سورة فصلت في أواخر سورة الحج قال هو سماكم المسلمين وقال ومن يبتغي في سورة ألي عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القاسرين أبقى بس مسلم الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة الله كلامك طيب ونحن ما بندعو الناس بقى أنصار سنة لأنهم في النهاية نحن كنا أنصار سنة أيها دا الكتاب تمام برضو ذكر الأذكار دار أجيب لكم أذكار وذاته بيضحك منا وانتوا بتضحكوا منا فيه عجل برضو قبل جاب داك بجيب لك السبعة شوية إن شاء الله في آخر نقطة فيه أذكار فيه سامي شياطين بجيب لك السي إن شاء الله بالكتاب وفيه أذكار دي فيه عجل وفيه الساعة اثنين برضو فيها والله ذكر بجيبه لك السي إن شاء الله بعش شوية فإننا نلقينا أنصار سنة شنو بدري أنصار سنة بدري العلماء قالوا واحد من العلماء اليمنيين يمني اسمه وقبل ابن هادي الوادعي قال أنصار سنة في السودان بدأت بدعوة إلى التوحيد لا يكاد يوجد لها نظير في البداية زمان قال بعد ذاك تاني اتغيروا ما زيل اتغيروا خدشوا واحدين في السياسة واحدين خدشوا بيجاي بيقوا تكفيريين واحدين بيقوا سرورية بيجاي دي لهم تكفيريين برضو واحدين بيقوا مع الصوفية عندكم واحد هنا في الجهات دي جهة بزباد واللبيض وكذي اسمه مطر ده برضو عنده لخبتة وكذي صوفية ولا ما 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 بيشاكلوا شنو انصار السنة ولا قال شنو اما ايواء صوفية ما برضو في انصار السنة انصار السنة ما برضو في الصوفية وانصار السنة ما برضو في الاخوان المسلمين والاخوان المسلمون ما برضو في انصار السنة لخبتة كذي انصار السنة ذاتو شنو باختصار لخبتة الشغلة نحن عندنا ردود عليهم لو خشية اليوتيوب بتلقاب الوثايق بنجيب كلام بوثيغته زي الكلام ده وقد نجيب صوتيات وصورة وصوت مرات نجيب كلام رفت كلامي صارت سنة لغبته أي ما أفهموا الكلام والصوفية يهود روشته شغل شيرك وقبور وابنه على الاموات وناد الشيخ الحقنا وفزعنا وصفوا التراب سكر لو كترته سوي لك سكر وصفوا في التراب شغالين به جنبه وملوك بوزاق شفتا محايا يدوك لها ملانا سكن وبوزاق ما معروف الشيخ سافي ما سافي بملاك بوزاق وبعد دشنو لما هو يمرض الشيخ لما يمرض بمروك فيه تايلند هو لما يمرض بمشي المستشفى ويته لما انت امرض اديك البوزاق ده لو هو مختنع بيشغلت ودي بمشي دكتور ما كانش عالج نفسه بينفسه صح بيحاجت ودي لكن كلها بتاعت لخبتة ومحايات وبخرات زور الراجل ياخي قعد يتبخر الحريم المرض يتراه ده برضو يتخدت لك حاجة في كانون وتقعد يغطيك ببطانية شغلة ذاته جاطت في الطريقة دي جاطت عديل فكل شنو لخبت اخونا ده كونو يقول انا مسلم انا مسلم ما انصار سنة ولا صوفي لا تبقى انصار سنة لا تبقى صوفي لا تبقى مع الاخوان المسلمين لا تبقى مع التكفيرين السرورية ديل ديل بتاعت التفجير ديل زي محلقون داس زول اختلف معاو كذي بيقوم بيك كذي بحزام ناسف بيوديك المغابر طوالي شفتا كيف لا تبقى حزبي امه عندك جيبين جيب هنا وجيب هناك ده عنده جيبين ده كان مساكة ما عارف انا بحصل شو الله وعلم يعني لكن عنده جيبين لا ده عارفوا ما اشي ولا جاي ده بي جنبه ودهك بي غادي التبليغي ده اللي بيقول لون الاحباب ديل شايلين لون عفش جاي من باكستان الجامع بيكون فيه سبع صفوف صفين بيملون عفش ورا الخمسة بيكونوا غايت هنا والجامع ذاته بيملون لك سراويل وحاجات بتكون برا ما علقه وحيل هل ورز شغلة عجيبة جدا ده يلبي جنبه وتوحيد دعوة للتوحيد مافو دعوة للتوحيد دعوة الرسل مافو جهله وبلاوي فما تبقى مع الجماعات دي كلها بس ابقى مسلم حر فيه احسن من كذا جماه كتابه سنة ما كان عليه الصحابة حر وفي الدنيا دي اجتهد سوي لنا طيارة تشتغل بموية كوبة الزير ونطير طوال شوفتا كيف سوي لنا عربية بتشتغل بالحواساي شوفتا مافو مشكلة عمل لنا حاجات مفيدة في الدنيا دي ما عندك اي مشكلة وتطور والبس نظيف وطقيمة ذاته قميصة بيض بانطلونة سود وشرابي بيض جزمة سودة مافو اي مشكلة جسطر شغلتك تمام شوفتا كيف ودي ريحة وظريف سرح مرة سرح ومرة قديمه وياساي وامروك شوفتا كيف ظريف ما عندك اي مشكلة واقرأ اقتصاد واسمت خالف الدين اقرأ هندسة سوي لنا عمارة مافو مشكلة نجي ذاته ونخش معاك فيها نتونس سوي الجبنة وبعدين سوي لك ابقى دكتور ابقى مافو اي مشكلة جماعة تاني في حاجة جماعة في تشددسي في الشغل لا مافو احنا قسي جينا مين الخرطوم جينا بيبوكسي لو كان مششددين ولا كان جينا بحصان ولا احمر مافو اي شي وبناكل ونشرب ما شايف الجماعة ديل بيقول لنا باستة قال بيقولوا باستة ديل اظنهم بيأكلوا اكتر مننا حتى اخر مرة انا قلتها ما عارف متين هابيرفدوني ما قلتها متين ما معروف وكل فانا اخونا ده والله كلمته ده عجبتني جدا ابقى بس مسلم حر حسي من الليلة لو تابع لاي حزب وانا تركتكم بعد ده وين الزول ده يا جماعة وانا ساب البلد ما شا خلال ما تبقى معايز ولا مين اصي كويس خليك حر كدي بس براك كدي والله اصي الزول القبال ده انا كيفني جدا زي اخونا ده قال الزول ده سينير في سنة تالتة ولا رابعة يعني ده ثلاثة سنة زول صامد ما في حزب كدير خش يدوك فيه مقلب تابعون واتباع التابعون القرآن بيفهموا اكتر من مش الصحابي طالما الصحابة ده لفهم ناس للقرآن ولا السنة نحن بنقول لك بس اتبعون في الدين هما في الدنيا في الدنيا دي اجتهد ما في مشكلة اغربت يا جماعة دي النقطة التانية ما في تكسيم بين السلفين السلفية دي واضحة منهج قويم يا ايها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة في جميع جوانب الدين فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الى اخره والله نهى عن التقسم نهى عن التفرق ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لاستمنوا في شيء والله قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الى اخر الآيات وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون بعدين قال الصوفية والعقايد نحن خلافنا مع الصوفية الاساسي في العقايد عقيدتنا النادي الله براو ونعبد براو هنا عقيدة تنادي الله والشيخ في كربك انده بتغيثك جنده بقول لك كذي هنا عندنا بس براو الله سبحانه عندنا بيعلم الغيب الله براو سبحانه وتعالى هنا عندنا الشيخ بيعلم الغيب زي الله بيعلم الغيب والشيخ بيعلم الغيب عشان كي يشوفوا لينا الرايحة وحوطة اللي ما افتح ويط ولا فيش بيجيبه عندنا البدي الجنة الله براو وعندنا الشيخ بدي الجنة اختلفنا ولا مختلفنا اختلفنا وسي الشباب ديل اختلفوا مع الشغلة دي بعد داك نمر اربعة قال ابهاتنا صوفية وكذا وكذا والناس زي الموجودين وإلى آخر صح كتير من الناس يا جماعة أبهات زمان لقوا الصوفية لقوا جهل الناس ولقوا صفات الناس الطيبة مع الجهل يعني لقوا الناس كرمة البلد دي ما عروفة بالشغلة دي بالرجالة والكرم وكذي أشياء زي دي وما بنقولها تكسير تليج دي حقيقة حاصلة بقولوها برا الناس بقول لك البلد اللي بيقولوا لي زولي تفضل قبل ما يعرفوا الضيفة بيقولوا كذي واسي من احنا لا فينا البلد دي جينا بابا نوسا هنا ما شينا لي بور سودان ما شينا بيغادي الدمازين لفينا بيجاي الجزيرة مدني وين وين ما شينا القطارف كسلة لفينا البلد دي الله يتقبل لفينا والله ذاته عشان نعيد دي الله يتقبله ده ما فخر بنقوله لكن ده رأوريك حاجة محل ما تمش شفتها الغالبية انطباع واحد أو صفات واحدة كرم كرم يقول لك ها يتفضلوا كذا وكذا ديلك بدري لقوا كرم الناس ولقوا رجالتون ولقوا كذي ولقوا محبة للدين قاموا جويغوا الشون الشيخ بيعملوا بسوي وكذا وكذا لكن هسي الشبابة قاعدين ديل واعين هسي فيه الشباب ديل دراويش صوفية بتشربوا محاياتها جماعة محايات بتشربوها بخرات بتبخروا بها شايفكم غايتون نجاد ما فكلام زي ذا غالله يتقبل وكذا الاخير أما الموقف سؤاله طيب قال الموقف شنو الموقف يا جماعة الصوفية نحن بنختلف معاهم في العقيدة وعندهم بدع في العبادات دعاء جماعي وبدع ونوبات وبيذكروا في الزكر دم خالفيننا أذكار زات عجيبة ما يقول لك بيذكروا الله وكذا وكذا بيذكروا بشنو بيقولوا شنو هو 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 ده ضمير ما عندهم ضمير زاته هو 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 ولا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف انت بتدعب تقول يا لطيف الصح تقول يا لطيف ألطف صح ولا ما صح هم بسوا زي الزكر يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف هو 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 وعانا الاذكار دي لس انا بورك لها بعد داك بورك موقفة كتا شنو منها لانه سؤاله طيب جدا عانا الاذكار دي بس بديك كتابين بس ده كتابة ظاهير الرياض ده بتاع الطريقة السمانية تاليف الاستاذ الشيخ عبد المحمود ابن الشيخ نور الدائم طيب طب هو في القاهرة برضو صفحة مية خمسة وتزعين عند عند ذكر عليك الله شوف الزكر ومنها قوله رضي الله عنه ده ذكر شوفوا شنو قال يكتب لمن به حمى هذه الاسماء كان زول عنده حمى بيكتبوا له اسماء معينة ها تكتب شنو قال شقش اتنين شقموش اتنين عليك الله جماعة واحد يجي شوف انا بس دائر واحد من طرف ساي بس يقرأ معاي بس يعين الله بس بعينه اخونا طاقية ده عليك الله تعال ما عليش اهي عشان كاغلطة زاتوا تصلحني قاسب تتفقوا مع عشاقة شديدتوا ضيب اهي الليها دي صفحة كم الصفحة فوق الصفحة مية خمسة وتزعين ايوه مية خمسة وتزعين يلا عين قال ومينها قوله رضي الله عنه انا كان كذبت سبتني قال يكتب لمن به حمى هذه الاسماء شقش اتنين شقموش اتنين نمو شلخ اتنين راعي الملخ اتنين ابانوخ اتنين العجل اتنين الساعة اتنين صح والله ما اسكلام ده كله ساعة ده قلب لك للساعة اتنين وعنده حمى التمساير بالا جنو ده ده ذكره الاول خليك واقف انه ذكره التاني انه دهلون طبعا لو قروا كتب الجماعة دهل بحرفوا الحاصل هذا الكتاب اه انا حافظة بالصفحة صفحة مية واربعتاشر دي كمان فيها اسماء عجيبة جدا يلا امزق ليه الكتاب ده كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والاوراد القادرية ده الطريقة القادرية القبيل قررت لك منه شنو القصيدة عين قال عنده ذكر اللي هو له قدس سره في سين هنا ممحية اي ورد الظهر ويسمى حزب السريانية يلا اسمح الكلام ده قال بسم الله الرحمن الرحيم صفحة مية واربعتاشر اسمعوا الكلام ده كويسيين قال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنه ليس في الرياح مرة ولا في السحاب قطرة ولا في البرق لمعة ولا في الرعود زجرة ولا في العرش والكرسي شيء ولا في الملك آية إلا وهي لك أهلة شهدت بأنك أنت الله لا إله إلا أنت رب الأرضين والسماوات كاشف الكروب علام الغيوب لحد هنا مش واضح الكلام آه ها يلا تعال شوف قال ومخرج الحبوب ومسخر القلوب لمن كان محبوبا لمن كان مهجورا حتى يعود محبوبا بهبوب هبوب بلطف خفي يا الله يا الله يا الله بصعصع صعصع والبهاء والنور التام بسحسهوب سحسهوب ذي العز الشامخ بطهطهوب لهوب يا الله يا الله يا الله يا الله حم حم كهوب كهوب الذي سخر كل شيء أنت فائم شيء الذي سخر كل شيء كهوب آه ولذلك يا جماعة ده كل هوس آه نحنا أخونا ده سؤال والله طيب جدا قال نحنا دورنا شنو تجاه الأشياء دي دورنا جماعة الله قال وبالوالدين إحسانا من الإحسان والدك تجي تناصحه لكن أجماعة النصيحة للوالد بتختلف من النصيحة للصاحب يعني صاحبك ده ممكن عادي تقول له فرد الشغلة ما كذي عادي لكن أبوك ما ممكن تقول له الشغلة يا من يا عمك شغلة كيف ما بيجي كذي والدك ده والدك ده براحة بيتلطف يا أبوي الشغلة الصاح كذا والتصاح فاهم ورب يتنيه هنا لكن الله سبحانه وتعالى بقول في القرآن كذا تناصحه بالتي يحسن وتورخوا طورة التصوف يا جماعة النازل خدعون بأشياء الله قال ولا تلبسوا الحق بالباطل خدعون إنه الصوفية بأكلوا الكسرة بحفظوا القرآن عندهم مسائد بزوجوا الناس بيجيبوا لهنا حاجات السمحة دي وبضللون من الأشياء الكعبة شفتا كيف الأشياء السيئة في كتب دي إلا تبقى من المقربين ولا تبقى من الناس المتقدمين حتى نظهروا لك ودي حقيقتنا في الكتب دي ونحن والله في أشياء ما بتتقري ذاته حتى أخونا ذا قريد قدامه الأشياء دي المكتوبة لكن في حاجات تاني جوة في واحد هنا صفحة خمسة واربعين في خطوات وفي أشياء كثيرة جدا أبلاوي كثيرة جدا في الكتب دي أنا ماذا أرطول على الناس لكن إذا مد الله جل وعلا في الأجال ووفق بنجتان إن شاء الله مرة أخرى واصل في مثل هذه المحاضرات لكن ندعو الناس للتوحيد جماعة والاستقامة على دين الله ونصيحتنا للأخ القبيل دخل ذا جزاء الله خير إنه قبيل في الركن نغشنا بعض المسائل الذكرت هذه تفضل آخر مداخل إن شاء الله طيب الحمد لله رب العالمين أنا عندي ثلاثة سؤال السؤال الأول النوبة في الناس اللي بيستخدم النوبة بقول لك ده تحبيب لدين الله عز وجل النوبة تحبيب لدين الله عز وجل عندنا في مديح برضو أنا سمعته المديح ده بقول عندك وعند الله سر الغوم يبني وقيع الله أستاذنا أنا دار التفسير لي المديح ده وزايدنا النوبة وعندنا مديح تاني برضو أنا هنا ما عرفنا هو مديح بيمدح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بيمدح فيه شيطان بيألق الأول مكاشف القوم يطوب بمقول له ولا أقول له ما عارف أبرك الله بك يلا جماعة هنا القصائد اللي بيقولوا الذي ذكر قصيتين منا عندك عند الله إلى آخره والكلام ده ما غريب من كلام الناد وفي النهاية الله قال في القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد فنحن نقول للأحياء من الناس ذي البروة إذا ترى هما مات مات نحن الزول المات ده ما عارفه مصيره في جنة ولا شنو والنذي نحن ما بنخش فيها لكن بنقول الدرب بتاع الزول لا بيود النار درب فلان بيود النار لكن هزاته في نفسه بيخش الجنة والنار نذي نحن ما بنخش فيها جماعة وده عقيت المسلم كذي لأنه يمكن الزول كذا كذا يمكن حاجات كثيرة لكن في النهاية نحن بنقول الدرب ده بيود الجنة بنص القرآن والدرب ده بيود النار بنص القرآن وقصايدون ده عندك عند الله وكذا وكذا ما غريبة وديك التاني مكاشف القوم إلى آخره نحن نقول عنده هنا الأكبر من كذي بتاعه عندك عند الله ده عنده هنا الأكبر من كذي زول بيقول لك الشيخ بيدي جنة عديل كباشي كم أدى ولد إلى آخره وعندون أشياء قبيل ذكرنا منه إن أبا خطبهم في البلاد نزيلوا قل يا ولي الله يسماعيلوا وعندوا عندوا قماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم علم بالغيب باطن وظاهر وعندوا قصيدة البرة عدد ذاته بتاع عندك ده شفت ده بتاع عدد ذاته عنده كتاب هنا اسمه ليك سلام مني بيقول الشيخ عديل بيقلب البيت ولد والله ليه سلم يا ولد القلب البيت ولد شرحها براو في كتاب اسمه ليك سلام مني هذا موجود موجود هنا ولا موجود شفتها ليك سلام مني ده شفتها كيف ليه سلم يا ولد من صفحة أربعين ليه أربع وربعين شفتها كيف هذه ليه سلم يا ولد القلب البيت ولد وبعدين شرحها بغادي برغم 16 هذه قال أورد هذه الكرامة صاحب الأزاهير إلا أنه نسبها إلى الشيخ يعقوب بن أحمد الصليحة بتلميذ الشيخ أحمد الطيب حيث قال كان للشيخ يعقوب رضي الله عنه تلميذ وله ست بنات فشكى له يوما عدم الولد أنا بحكاه لك سايب بعدين الدار داك كذي يشوفه لأنه الزمن أيها أعزوه لا قال الشيخ عنده تلميذ التلميذ عنده ستة بنات جال الشيخ قال لي أنا دار ليه ولد قال لي وأحضر لي واحدة منهن في صبيحة يوم الجمعة بعد صلاة الفجر داري عمل لا تعديل بيت والله وده هضم هضم ده لي حقوق المرأة طبعا هضم للجماعة ديلك بشاكلونا نحن وبشاكلوا الدراويش ديلك قال قال فأحضر له واحدة في صبيحة يوم الجمعة بعد صلاة الفجر فتناول سبحته ذا اللي بعكر مزاجنا طبعا قال فتناول سبحته واخذ يذكر بهمة عالية بشدة وذو طبعا ما من الدين السباح دي الرسول بيسبح بأصابعه وبيد اليمين زي ما في سنن أبي داود صحو الألباني من رواية عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه دا الدليل قال ثم قال للبنت وتلا قول الله تعالى يمحو الله ما يشاه ويثبت وعنده أم الكتابة الآية خطافي غير موضع طبعا قال ثم مسح على البنت فقلبت ولدا للآية دي قال وبيسبح بتاعته دي والآية ما جات لتقلب البنت هنا آية الآية ما جات تقلب البنت ولد الآية دي تفسير يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة دا فيه تفسيري من كثير كذي فيه اتنين في صحف الملائكة في صحف الملائكة وفي اللوحة المحفوظ قال لك يمحو الله ما يشاء ويثبت ابن كثير قال في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب اللوحة المحفوظ ريفت دا 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 تفسير كذي شاكي يبقل لك في صلة الرحم إلى آخر يعني يزاد له شنو ينسى له في أجله إلى آخره طيب قام قال البنت والد قلبت شنو ولد والله في القرآن قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الله جاب بيت خلاص بيت ولد خلاص شنو ولد دا قلبة فالقصيد دي ما غريبة القصيدة الثالثة الجاب أخونا دا وختم بها كلامه بتاعة مكاشف القوم وململة وشنو كلام زي دا بتاعة مكاشف القوم ومملة وململة دي شفت اللي بيقوا اختموا بها الحفلات دي دي فيا حاجات زاعة شنو لكا كين لكا كين مكا كين مكا كين بعد شو يقول لك حمار وقع في الطين راج الصالحين ادو البنزين ها برضو فيا كم زاردين وقس دي بتاعة الحمار دا ما زارد براو في حمار بيقع في الطين راج البنزين راج الصالحين ادو بنزين في حمار دار بنزين يا جماعة اللي دائر ليو برسيم الحمار دائل عندهم الحمير بيأكلوا بنزين جابوا أزم ذاته في البلد الله أعلم فلذا بكلامهم دا يعني فد كل جماعة هواس تقيل جدا في البلد دي واني احنا والله في ختام الجلسة دي يعني نشكر جميع الطلاب ورقة ما في مشكلة نازل بس أهرنا بهم تاني بيشوفونا بالضح آآ أشباب يا فنان تعمل سليم من عليا جزة سؤال جاب تلاتة أشياء قال في بعض السياسيين يقولون دائماك النشاط الحوش دا وكذا إلى آخره وفي هوس ولا شنود ما ينسب للدين كلام كذي المهم فيه وماك النشاط وفيه هوس إلى آخره نحن جماعة براحة كذي الدين دا والله ما خاص بالمزيد الدين دا جماعة في كل مكان نحن ما بنقول للناس يدعصبوا وكذا إلى آخره ويجوتوا الشغلة لا 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 الدين دا الله ساهل كتابه سنه وكان عليه الصحابة وزول تكون عادي وتأكل وتشرب وتضحك مع الناس وتتونس ولابس ظريف وتزوج أجمل امرأة عزيلة ما في مشكلة وتلبس أحسن لبس وركب أحسن عربية وبقى وبقى قبل ذكرت لك الكلام وكلو اسكريم هس أنا قاعدة دوك بوشة ما شوفني وقسم باللهجة دوك بوشة وكذي مرات بقلبهو بحاجات كتيرة ما تشوفني أنا عادي بقلب لك ما في حاجة ومنشاغل الناس في البيت وأولادنا ونضاحكون والسفر دا قريب طلط طير ساعة بضحكون أنا بتشعر أزالون الناس ما في تشدد والله عاديين وقال لك بيأكلوا باستة وبشربوا لبن بيزوجوا أربعة هذا شوف شوف يعني ما في تشدد شغل ذات عجيب ولذلك يا معاديين والله لأبعد حدود شفت في حدود الشريعة فذي نقطة جماعة والدين ما في المسجد بس الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاذ قال كنت رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي في صيحة البقاري يا معاذ أتدري ما حق الله يا العباد إلى آخر الحديث حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله قال حق الله يعني العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء فالدين ده جماعة في كل مكان تطبق الحق يعني وعد داك الدنيا نحن ما يعني شددنا على الناس فيها وعد داك التاني ده نبزنا كذي قال إتا ما عندك دين في نفس الوقت كلكم مسلمين هل يجوز ذلك أنا داك بسأل عن الأصول الكامة أهو الكامة لقال مرضو الضحة طيب الله يجزق خير بالنسبة لعمنا دا جماعة اللي كان هنا دا الناس لو لقتوا مش الله تطلط تفضيه في الكلام وكذا يعني في النهاية شنو دارين الخير والهداية للناس والله ما أكتر منك طيب الكلام التاني دا كان اعتراض يعني نبز لنا نحن وفي نفس الوقت كان اعتراض إنه يتوب تردوا عليه بعض وكذا أنا أختصر لك الكلام دا بالراحة نحن جماعة لو قعدنا ندسدس الحاجات وكذا وإلى آخره بنكون سلكنا مسلك الإخوان المسلمين لأنه فينا هذه لقاعدة فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وده ما نصح حاجة ما زي الزول العنده ستة حرامية عنده دهب في البيت في أربعة برة وفي اتنين جوه شال عكاز ومرق للأربعة البرة وخلى ديل جوه قاعدين ده حل مشكلته ولا تبدأ بيديه لأول شي ده لأول شي عندنا ناس نحن جوه خطرين أستعليك الله بتاع الشغل ده ده السياء البرة والجوه الشغل ده كيف سيحلو وبتاع رعي المنخ والساعة اتنين ده وده لك نحن بالنهار وده فتش لهم بالليل شغل ده كثيرة جماعة فنحن نصيحتنا شنو من النصح بنشوفه في الدين نناصح الكل والكل ذاته لو شافوا فينا غلط انصحونا صدرنا والله رحب الدائر انصحناه كذا صدرنا رحب لو غلطنا انصحناه لو ما غلطنا نذكرنا برضو لكن احنا بنناصح الجميع الجنبنا بنناصحو البعيد هناك برضو بنناصحو كذي في ضوء ضوء الكتاب والسنة والنبي عليه الصلاة والسلام في صيح مسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره شنو بيده الى خيره من رأى منكم منكرا ده شغل شرطه في النهاية فيه فعل شرط وجواب شرط الى خيره ومنكرا دينكرا في سياق الشرط تفيد العموم اي منكر كبير صغير الى خيره فيتشنو تبين الحق في المسألة له القريب ولا البعيد طيب المسألة التالتة يقول فلان رسول الإنسانية وكذا اجماعة زول اتق الله في الفاظه والله ما تشكر لك زول في غير موضعه اخر رسول واخر نبي الله ختم به الانبي امنه محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فما بجوز ليزول يقول يصف يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الامة انه نبي اتق الله في الفاظه لانه الله قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فنحن نشكر لكم جميعا بعد شكر الله تعالى حسن استماعكم ونسأل الله يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى ان شاء الله اذا مد الله في العجال ووفق بنجيكم والجلسة تكون اوسع والكتب تفتح بارك الله فيكم السلام عليكم